راحل أنت عندك باوزة أحمل قحطاني باوزة اسمين مرتبطين بعض بشكل كبير انت ثلاث مرات تعاونت مع النصر في قضية باوزة المرة الأولى بشكل سريع المرة الأولى جاء ولعم معاه عن طريق أنا اخترتها أنا وسعود الحمالي أنا اخترتها اخترت المدرب؟ كنت أنا عندي سعود الحمالي ممتاز وكلم الأمير فياصل بن عبد الرحمن طلب منه مدرب أنا أعطيتها باوزة كتبناها قال لي كتب لي يا سعود يقول لي كتب لي معلوماتها كتبناها رسالة رسالة حتى بالنص يعني كان مرسلها لي قال كتبها الأخ مصعب ورسلها لي أعطيتها سعود سعود عطاها رئيس النادي نامير فياصل وبعدها ما أدرش الموضوع بعد خمس أيام لقينها باوزة جاي فهمت فيما بعد لأنها نزلت عضاح من النادي في موقع النادي اللي جابها راكان الحارثي راكان الاعتابي طيب المرة الثانية المرة الثانية الأستاذ عبد الرحمن الله في الله يمسي في الخير أنت طيقت الموضوع وزعلت وجاك عبد الرحمن حلافي بعد أنا خلاص قلت أنا ما عاد أتعامل مع نادينا يعني أبقى عاشق في المدرج لكن التعامل مع النادي لا طيب لأن هذه كانت السألية يعني جدا أشكالك عبد الرحمن حلافي قال عبد الرحمن أنا أحمد أنا بيك تجيب باوزة باوزة راح وزعلان له أربع شهور وما أخذ رواتب آخر يعني وزرح زعلان وسدد له رواتب وكذا يعني زي طبعا الرواتب مشكلة الاندية السعودية كلها مو بالنصر طيب فزعلان وقلت صعب أنه يرجع أنا شوف مدرب غيره قال لا باوزة وأنا قبيلك في الموضوع قلت شيف ذا أنت قبيلي في الموضوع أنا ما عندي مانع لكن غيرك أنا ما أقبل ألتزم أمامي وقع أعطيني كلمة رجال وقال لي خلاص كلمنا باوزة فاوضناه أرسلنا له يعني خذينا وقت والله لأنقنعناه وقلنا إدارة النادي تغيرت الآن جاء الأمير فاصل بن تركي رجل شاب يحمل يعني طموح كبير وده أنك أنت تكون موجود يعني أطيناه كلامه الجمهور النصري طالب فيك كلام كثير ممتاز وافق كان بلغت عبد الرحمن الحلافية كنت ذكر كان يوم ثلاثة الساعة خمسة العاصر ما شاء الله أن جيد في حفظة ايه لا باوزة لازم أحفظ طيب ايه فكلمت عبد الرحمن الحلافية كان في لبنان مع المنتخب اليد كان هو رئيس الاتحادي السعودية كرة اليد في بطولة عالم أو زيك ممتاز تأهلك السعود قال لي يا أحمد مبرو فرح كثير مرة قال لي أنا مشغول الآن رتب كل الأمور وأنا بتحت أمرك هذا اللي يقول أمين برحمان الحلافي قلت رتب الأمور أول أمر لازم تعطيني عرض من نادي النصر عرض من نادي النصر عشان أرسل المدرب بعدين عاد نرتب أمور الحجوزات ومالحجوزات وكنت مقترح نطلع لها في باريس يجينا من بيونة سارسة لباريس وخلي خمس أيام في فندق خمس نجوم ونجلس معه وبعدين يجي الأمير فيصل ووقع معه هناك وكذا يعني سوي نجو حلو يعني طيب وبعدين نجيبها للرياض هذا كان الترتيب ووافق عليه الحلافي يوم يومين قال لي بكرة بيجيك العرض ولا عرض ولا شي أختف عبد الرحمن الحلافي أدق عليه ميرد بعد ممكن أسبوع عشر أيام أرسلي رسالة وبعدين كلمني يعتذر وأنه يقول لي أنا كلمت لأخ عمر السلام نابر الرئيس وقال لي أن ندرب هذا ما نبيه لأنه نهزمنا معه من أبها وشخص غير مرغوب فيه المرض الثالثة المرض هذه المرض الثانية الثالثة طيب طيب بعد هذه أنا خلاص أنا قلت ولا عد أقرب النادي هذه تحرق اسمك عند المدربين أنت كنت هذا حبا للنادي أو للدور ومنحقك سمسرة والله العظيم لو أقول لكم ممكن تقول أحمدي بالغ باوزة لا والله يعني بقولك شيء بس ما أدري يعني ممكن الناس يقولون هذا قاعد يبالغ ترى أنا قال من نصروين من رئيس وعضاء الشرف ومشهود وناس إعلاميين وقلتها قدام كثير أنا أخدم نادي النصر ممكن أكتب إقرار على نفسي أني ما أخذوه ريال لا من النادي ولا من اللاعب ولا من أي طرف طيب فكان حب للنادي أن هذا المدرب ممكن يعني يعني ساهم في نجاح النادي فهذا المرحلة الثالثة مرحلة الثالثة رحت بعد الحاح من بعض أعضاء الشرف وبعض العلمين الكبار اللي لهم يعني يعني تقدير كبير عندي لو ما ألاحوا عني ما رحت يعني أعضاء شرف وعلمين طيب رحت للنادي وأنا العلاقة يعني متوترة بيني بينهم فقلت يعني آخ من الشخص اللي علاقته بي جيدة هذيك الأيام وعلاقته بهم جيدة لهو الأخ بندرشود رحت أنا وياه النادي صلنا المغربين آخ دخلنا أنا جاي عشان أقدم ثلاثة مدربين واحد برازيلي يسمى ريكاردو قومز كان يوم هيدر في فاسكو دي جاما كان نفس اليوم حقق فيه بطولة كاس البرازيل ولا يبغى حد يدري أنه يبغى يطلع الجمهور هناك يبهذلون الثاني الفيو بازيلي مدرب أرجنتيني اللي درب مارادونا وخذ بطلق القارات هنا ودرب مارادونا في 94 منتخب أرجنتين معروف الفيو بازيلي يدرب البارقواي يدرب أعتقد الأرجنتين من فترات الثانية والثالث رامون دياز أنا جاي أقدم لأسم هذا قلت بالنسبة للعيبة بعد ما نتفق معه مدرب نشوف رؤيته نشوف خطته ونشوف المراكز وبعدين عاد نحن نجيب للعيبة لازم نمدرب هو اللي يكون هو الأساس فيه عملية تخصية طيب اش دخل باوزر الآن ما هادري أنا مجيه تمشي قال لي كان حتى ماسكي الأيباد وأنا أتكلم معه ينظف الأيباد قال لي أبغى هذا من هو عامر قال أبغى باوزر أنا ما جيت عشان باوزر باوزر كان عنده كنت رفضت قال لا أبغاه الآن إن شاء الله الآن يا أخي ماكتر أجيب عيني لكن أنا ممكن أسأل قالت راح ندفع إلى المرة ولم أعتقد مليون وسبعمائة أنا ممكن ندفع إلى مليون ونصف هذا سعر إذا تبقى تجيبون هذا سعر كاستشارة يعني لكن أنا ما جيتك عشان الموضوع هذا أنا جيتك عشان هذول الأسماء أعتقد أنه مرتبط وأعتقد أنه مرتبط فعلا اليوم الثاني يكلمتك ترى مع السالة رنزو وقع ومدرب فأنساه ركز على الثلاث المدربين خلنا نخلص عشان نجيب مدرب ونجيب لعيبة جانب عن طريق المدرب ونشتغل عامل احترافي فأنا مساحة الماضية كلها طبعا أنا جيت لأن في ضغط بعد حتى من الجمهور والناس نفتح صفحة جديدة وخلي كذا أتفاجأ يتصلون على يكلمني محمد الدويش يقولون ممتصع على عامل السلام يقول خويك ما عنده سالفة عطينا عرض الباوزة وشفناك ولا شفناك قلت يا أبو سلمان عطاني عرض قلي قلت يا يعطيك العرض هذا أبو سلمان اللي هم يعني ما يحبونه واللي اللي هم يعني يقولون أنه يطل على سرار ونه 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 طب ليش تكلمونه أبو سلمان أنتم قاعدين يتعادون أبو سلمان رحشت ليش تكلمونه وش الهدف يعني ضرب العلاقة بيني وبين أبو سلمان بالمناسبة ترام يروحون أبو سلمان أنت أحسن إنسان في الكون بس أترك أحمد القحطاني يجوني أنا أنت أحسن إنسان في آسيا طيب زين بس أترك محمد الدويش يعني طيب أنتهينا بس أنه هذا الموضوع طيب أوكي تفاجأت أنه في الاستراحات في المجالس وذا طلع في تويتر عطينا عرض وشفناك أنا في تويتر تحديتهم قد طلعوا العرض لو كان عندهم عرض يا ستاة تركي وانت نازل من مطار الملك خالد بيحطونا شفت اللوحات اللي دعيتها الرزة هذه يحطونا العرض بدالة عشان إيش يثبتوني كاذب أنا بطلب منك